الحاجة دي اسمها database يعني ايه database باستخدام تقنية انيسة عبيد للترجمة يعني قاعدة معلومات او قاعدة بيانات الاختراع ده ما كانش داخل عندنا في مصر طول الالفية اللي فاتت وسنين كتير من الالفية الجديدة لحد ما النظام الجديد والدولة المصرية الجديدة فيه ما بعد او فيه اعقاب ثور الثلاثين يونيو وعندما اتى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته معاه ايقنوا واكتشفوا انه مصر بلا database بلا معلومات وبلا بايونات عندنا دولة وعندنا سكان وعندنا موارد وعندنا مشاكل بس طب السكان دول خصائصهم عمل ازاي عددهم بيقول ايه توزعهم تصنفهم اعمرهم شريحهم الله اعلم طب بلاش دول الموارد الطبيعية عاملة ازاي مكونة من ايه متوزعها على ايه توزعها الجغرافي فين قيمتها ايه تطلع ازاي تستفيد بها ازاي الله اعلم طب المشاكل حتى المشاكل اللي الانظمة والحكومات من الستينات والسبعينات بصدعانا انها بتواجه وبتتصدى وبحزم وا 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 حتى يا سادة يا كرام يا افاضل يا محترمين يا متعلمين يا بتوع المدارس حتى هذه المشاكل ما كناش عارفين حجم المشكلة عامل ازاي اصلها ايه فاصلها ايه وحلها ممكن يكون ازاي برضو الله اعلم فكنا ماشيين بنظرية ولا ملاش النظرية دي ادائي الحكومات والناس اللي فاتوا وانا تعلمت يعني مقروسة قوي على الفارس اللي بينزل من على صهوة جواده سبونا من اسم النظرية وخلونا في الواقع كنا ماشيين على الله كنا ماشيين اللاوي كنا ماشيين على ما تفرج كنا ماشيين بنسد الثغرات والخروم اللي بتطلع من غير ما يبقى عندنا رؤية وتخطيط وتخطيط وجدول زمني وزي ما بيقولوا كده خارطة الطريق وعشان ما طولش كتير الداتا بيز دي هي اساس كل شي الداتا بيز يعني ان حضرتك يبقى عندك قاعدة بيانات عن اي مجال ناوي تتعامل معه عشان تعرف تعرف ببساطة شديدة ايه اللي عندك فيه وتقدر تعمل بيه بس عشان بس ما بقاش ايه بقول كيميا حيوية ولا فيزياء ناوية ولا كنا بالصعب ده الموضوع ببسيط انه عندي قاعدة معلومات صحيحة ومدققة ومحدثة صحيحة ومدققة ومحدثة التلات شرود ده المهمين جدا في اي داتا بيز ممكن يبعا عندي قاعدة معلومات بس عملتها في التسعينات ما تصلحش دلوقتي انه حصل عليها تغيرات مدققة يعني تبقى ارقام اشبه بالدقيقة والحقيقية مش زي ما كان عندنا زمان يقولك نسبة البطالة كذا لكن يقولك دي النسبة المعلنة اما النسبة الحقيقية كذا يقولك نسبة التضخم كذا طب دي النسبة الحقيقية ولا المعلنة لا دي المعلنة اما الحقيقية كذا والله نسبة كل النسب كانت شاب حتى الدولار زمان كان عندنا الدولار الرسمي بكذا لكن الدولار فعلي في السوق بكذا كل حاجة كانت عندنا زمان شبه الشبه ما كانش في حاجة بجد ما كانش في حاجة ريل ما كانش في حاجة ملموسة فيش حاجة تقدر تمسكها في ايدك كده وتقول ادي الحقيقة كل حاجة زمان كانت عندنا شبه الحقيقة شبه اللي بجد عشان كده كنا في شبه الدولة اه كان الشكل العام ان احنا في دولة مستقرة ولطيفة لكن تيجي تفتح الباب كده وتخش جوه وتبص كله اشباه 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 عشان كده اليابانين انا فاكر في البيت بيتك زمان 2004 2005 حكومة احمد نظيف دكتور احمد نظيف اللي كان رئيسه الحكومة بالمناسبة والدته توفت من اسبوع اللي فات وانا بقول له البقاء لله والدوام لله و سبحانه من الله والدوام مش مهم نتكلم بقى عن العزة والجنازة بس في النهاية يعني البقاء والدوام لله يعني كان استعانت حكومة احمد نظيف 2005-2006 كان وانا فاكر بمجموعة من الخبراء اليابانيين عشان يجوا يساعدونا في حاجتين ملف تنظيم الاسرة لان كان عندنا الملف ده يعني واخد حجم من الاهتمام بس مش من التنفيذ كان عندنا انظر حولك ومش عارف ايه والحاجات البرشاب اللي كان بيطلع على التليفزيون ده مش عارف ايه مش هقول اسمه دلوقتي وحاجات بتاع وكانت شغالة جابت والملف التالي اللي كنا عايزينهم يساعدونا فيه اليابانيين ملف المرور كانت المرور الشوارع عكة جدا وحاجة صعبة جدا وكده اليابانين جم جوافد الياباني جم وقعدوا معنا هنا حوالي شهر ونص شهرين مجموعة من الخبراء بقى والمتخصصين اللي هم مجابتهمش والادة في اليابان يعني فاحنا قلنا بس دول اللي حيدونا حلول سحرية للمرور وليه الزيادة السكانية قعدوا معنا شوية وبعدين اخر العشرين يوم ولا الشهر وشوية اللي قعدوهم يقوم قالونا متشكلين اوه يا رجالة احنا قسفين جدا 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 ضيعنا وقتكو هم اللي ضيعوا وقتنا انتو ما فيش حل اللي انتو بتعملوه ده ليه يقولك احنا حبينا في المرور عشان نفتح ملف في المرور نشوف حبينا نعرف اي حاجة فنسأل على اي حاجة ما نلاقيش اي اجابة طب في الزيادة السكانية طب عندكو خصائص البشر التوزيع السكاني الجغرافي فين مين بيخلف اكتر من مش عارف ايه الاناث والذكور ومش عارف ايه فنقعد مع الناس يقولك والله تقريبا هنا كذا وتقريبا العدد كذا وتقريبا الاناث كله تقريبا زي ما قلتلك كنا كل حاجة شبه الشبه فالناس ضربوا اخماس في ازداز اليابانيين ونسيوا اللي تعلموه في اليابان جينا هنا يعني علمناهم الفهلاوة والحداء والشبه والحاجات الحلوة بتاعتها وقعدوا يلعبوا عشر الطاولة على الاهوة وروحوا وقالوا مفيش امل مفيش امل مش عشان بجد مفيش امل مفيش امل عشان مكانش فيه داتا بيز مفيش قاعدة معلومات مفيش بيانات مفيش معلومة واحدة يمكن ان انا ابني عليها اي ريسيرش او بحث او تغطيط او رؤية جدول زمني مفيش ده موجود دلوقتي موجود دلوقتي وبشكل مدقق الحقيقة واللي ما خليني سعيد وفرحان انه في كل المجالات تقريبا في كل المجالات فاكرين حضراتكم لما كنا بنتابع معاكم من كام شهر الحملة الرائعة اللي اتعملت من الدولة المصرية تحت عنوان حملة ميت مليون صحة الحملة دي استقدمت فيها الداتابيز وقعدة المعلومات واستفدنا من الحملة ان احنا دققنا وحدثنا وصححنا كمان قعدة المعلومات فاكرين حضراتكم بالسنة اللي فاتت لما الدكتورة صحر ناصر وزيرة الاستثمار اعلنت انه خريطة الاستثمار في مصر تقريبا شبه جهزة هو يعنيه خريطة الاستثمار خريطة الاستثمار معناها ان احنا جمعنا معلومات وارقام عن احنا محتاجين ايه ونملك ايه والمنطقة الجغرافية دي تمتلك مقومات ايه وموارد ايه وطينها عمل ازاي وتربتها عمل ازاي ومياها الجوفية عملها ازاي والمعادل اللي فيها عملها ازاي وانسب صناعة ممكن تيجي وانسب زراعة ممكن تيجي وانسب سياحة ممكن تيجي هو ده ودخلنا بعد كده على الخريطة الصناعية وللنهاردة كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وده السبب في الموضوع اللي انا فتحته رئيس مجلس الوزراء النهاردة كان عامل اجتماع حول المناطق الصناعية والخريطة الصناعية لمصر ومحاولة التنسيق التنسيق ما بين الجهات فيها وترحاها امام المنظومة الصناعية والانتاجية الفكرة الفكرة كمان واللي عجبني وانه واضح ان الحكومة دي بتتعلم من اخطاء الماضي اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي قال في نهاية الاجتماع احنا عملنا الخريطة الصناعية وحنحاول نربطها ربطاً الكترونياً عشان تبقى متحد الكل وكذا لكن المهم كمان ان احنا نفك الاشتباك ما بين الجهات المتشبكة صناعياً تاني نفك الاشتباك ما بين الجهات المتشبكة صناعياً تيجي انت تبقى عايز مصنع تروح مش عافية يقولك تروح لهيئة المجتمعات العمرانية عشان الارض وتروح لوزارة الصناع عشان مش عافية التصنيع وتروح لوزارة الاستثمار علشان الرخصة وتروح لهيئة الكذا بتاعت التصنيع وتروح لمركز التحديث الاوروبي الصناعي عشان مش عافية كذا فتلاقي نفسك عايز تخش في مجال الصناعة لازم تلف في كعب داير على ست سبع جهات كل واحد له سهم في الموضوع فبيعقد الموضوع ويزهق صاحب الرغبة في العمل الصناعي وده اللي تفطل اللي رئيس الحكومة النهاردة وطالب بحله وفض هذا الاشتباك لكن حرجع للفكرة الاساسية وهي وجود الداتابيز هذا التوجه المهم اللي موجود عندنا في مصر ترجمة نانسي قنقر